السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين قبل أن أبلش المقطع إخوان أنا بقدم إعتذار رسمي على سوء المنظر اللي أنتوا شايفينه يعني بالعادة لوحد يصور مقطع يوتيوب لازم يروع عن الحلاق يضبط حالوه يتكتك حالوه يمكيج حالوه بعدين يطلع لكم بس اللي صار كالآتي إخوان أنا زال من مريض ومرشح ومفلوز وحالة حالة ما شو محتمل حلقة هو عن المرض ولا عن.. ما هو أنا عشان أشرح لكم تفاهم؟ هسا لما واحد مريض زي يبدو يروع عند الحلاق الحلاق هيحلق له في إيديا يعني مش هيحلق لي في رجله الله.. أنت حظى بذي فلما يحلق في إيديا هيحلق العشرة غيري في إيديا برضو سيعدل عشرة العشرة هيعدل عشرين العشرين هيعدل بمئتيان المئتيان هيعدل الأردن والأردن هتسكر وصير دولة حمرائي وهي أصلا دولة حمرائي دولة حمرائي وما بيزبطي يروح يحلق لأنه هو الوحيد اللي بيحلق اللي في الهاتفين سافرت على قطر أول مرة بسافر بحياتي روحت أحضرت كأس العرب دور المجموعات لمنتخبنا الأردني يا جماعة تحمست حماس لقطر لدرجة أني أخدت معي العدسة لهالقد واخدت معاي كاميرتين القو برو والكاميرا العادية وعساس بدي أصور بس لما شفت جمال الملاعب و جمال كل إشي و جمال محمود مقدرتش أطول الكاميرا لإني حبيت عيش اللحظة ولكن إذا حبيت عيش معاي اللحظة وتشوف أنا شو سويت في قطر روح على حساب الإنستجرام ثبتت الإستوريات كل يوميات في قطر في الهايلايت مكتوب كتر روح أحضر اليوميات وإن شاء الله أنا هتعجبكو زي ما عجبتني قطر إحنا شكلنا طلعنا على موضوع الحلقة موضوع الحلقة يا إخوان إنه أنا في علي عقاب لإني غلطت في التوقعات بس قبل أن ندخل في التوقعات وقبل أن ندخل في العقاب خليني أحكي لكم كم من شغلي أنا لما قررت أروح على قطر أنا بعرف أنه عندي شغل وعندي ستريم وعندي فيديوهات ولكن يعني كانت أول سفر في حياتي والكل على الإنستجرام قال لي آه روح وتوكل على الله فروحنا سافرنا الحمد لله وضبطت أمورنا نوينا نرجع متى؟ يوم الأربعاء بالليل يعني إحنا وصلنا عمان وكان الشوط الأول مباراة برشلونة وباير مينخ مخلص سواء باير مينخ فاز على برشلونة سواء برشلونة فاز على باير مينخ هيك يعني حيهبط على الدور الأوروبي يعني في سيناريو يعني في حلقة مليونية يعني أنا مش لازم أضيع هذه الحلقة خمسة أيام في قطر إخوان أنا اللي سافرت من خمسة أيام ثلاثة أيام في قطر مريض فالوزت أنا وسامر اللي طلع معاي فقلنا خلينا نروح بلاش واكفونا على الحدود يقول لك أنت متحور وكورونا ومش عارف شو فرجعنا نكمل المرض هان والله العظيم هس رنيت عليه بقول ليا أنا هس أخدت بريتين غير البريتين اللي أكلناها نقبل فمرضنا فقبل أنخش في الحلقة إن شاء الله حلقة برشلونة رح تنزل أنا مش هفرض فيها برشلونة هيهبط الدور الأوروبي أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا في السيناريوهات خلصنا هيك من نقطة فيديو برشلونة خلينا نبلش بال نبلش بليش نبلش بالإيجين عشان نعك فيه بعد مرجعت من إصابتي بالكورونا والتي امتدت لثلاثة أشهر نزلنا حلقتين توقعات حلقة توقعات لدوري أبطال أوروبا وحلقة توقعات لكأس العرب خلينا نيجي على حلقة توقعات كأس العرب اللي ما جبت فيها العيد كنت أسطوع مش أسطورة يعني أسطورة شوي مجموعتين فقط اللي غلط فيهن ومجموعتين اللي زبط فيهن وزي ما قلت لكم أنا مسموح لغلط واحد في كل مجموعة ولذلك فقد نجوته من عقاب كأس العرب وإذا غلطت في كل مجموعة بواهي يعني عندي أربع أخطاء راح أتعاقب غلطت في العراق وتأهلت عمان أول منتخب حيكون قطر وثاني منتخب حييتأهل العراق أنا دائما براهن على العراق أنا لو العراق لعبت ضد البرازيل براهن على العراق لا واثقة من نفسيها مش بخبت باناك وغلطت في المغرب وتأهلت غلطت في السعودية يا ربي وتأهلت المغرب اللي راح يتأهلوا من هاي المجموعة هم للسعودية والأردن هيك خلينا نطلع من كأس العرب هاي البطولة اللي عن جد مبسط فيها لإني أنا كنت متواجد فيها ورحت حضرت وشجعت والبطولة هاي مش سهلة ومو بطولة جاي في توقيت غلط البطولة هاي كأس العرب بتجنن وأسطورية وغصبا عن كل اللي مفكرين من كأس العالم أحلى منها أصلا أحلى من دورة الأمم الأوروبية هاي اللي خذها رونالدو واخذتها فرنسا فرنسا اللي خذت اللهم الأوروبي آه فرنسا إني يجي للعيد اللي جبته في دورة أبطال أوروبا طبعا في دورة أبطال أوروبا يا إخوان أنا لما صورت المقطع كنت يعني حاطف راسي إشي بس اللي طلع من اللساني إشي ثائي خلينا نشوف المقطع اللي جبت في العيد إذا لم تزبط توقعاتي وفي حال فشلت بعشر توقعات راح تحكم عشرة كثير صح في حال في شلت بتوقع واحد بكل مجموعة راح تحكم عليه وهون إنت حتقوم وتعمل لزهير عليا كبسر وان في حال في شلت بتوقع واحد بكل مجموعة يعني 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 أنا مش فاهم والله يا إخوان كان قصدي أني أنا في كل مجموعة مسموح لأغلط غلط واحد أنا جبت العيد باللعلك فيه حمار فيه بني آدم بيقول لك يعني أنا مش مسموح لي ولا غلط يعني أنا مش مسموح لي ولا أي فرصة محمد عدنان بكبرت وقعت ومعملها طبعاً أنا حاولت أرجع على الانستجرام واشرح للمتابعين أنه أنا ما كان قصدي هيك بس ما رضو يعني حاولت يعني أقنعهم بعدها قلت بأقنعكم أنتوا في اليوتيوب بس ما رضوا جمعت الانستجرام فأكيد أنتوا مش هتقتلوا يا وطبعاً أنا قلت لكم علقوا في الكومنتات بس قبلنا نشوف العقابات خلينا نشوف إحنا يعني قديش غلط غلط إحنا في أول مجموعة اللي هي منشي السرناتو باريس سان جرمان اتوقعنا صح ليفربول أتلاتكم مدريد اتوقعنا صح أيكس وسبورت انجليش بونا ودورتموند هانا كان في غلط كان المفروض أيكس ودورتموند بس دورتموند بعرها وراع على دور الأوروب بريال مدريد وإنتر ميلان هانا كانت توقع صح بايرين ميونيخ وبانفي كهم اللي اتأهلوا كنت حاكي انه برشلونة حيتأهل للأسف جبنا العيد وراح برشلونة على الدور الأوروبي مانشيستر وينايتد وفيا ريال كنت متوقع أطلنطا ومانشيستر وينايتد ولكن أطلنطا بعرها وراح على الدور الأوروبي ليل وريد بول سلسر برورق وإشبيليا كنت تتوقع ليل وإشبيليا ولكن ريد بول سلسر برورق هو اللي اتأهل وإشبيليا راح على بطولته المفضلة رأى على الدور الأوروبي هاي ثلاث أخطاء يوفنتوس والشيلسي جبناها صح فأنا عندي ثلاث أخطاء ولا أربعة ما علينا يعني ما هو غلط ولا غلطين ما أنا جبت العيد من الأول بديش أجيب عيد هسه فلذلك أنا راح أتعاقب خلينا نروح على مقطع اليوتيوب اللي في العقابات أكثر ثلاث كومنتات عليهم عقابات خلينا أقرالكم إياهم العقاب هو أنك تنزل حلقة في كل يوم لو من دو تشار واضح أنك زلمة عارف أنه أنا أعطى الواحد في هذا الاشي واضح يعني فعلا أنه عقاب والله العظيم أنه عقاب الثاني ألف مبارك 2 مليون أبسوس الله بارك فيك العقاب إذا خسرت تنزل حلقة يومية لمدة شهر لايكاتكو شباب لا تعيشوا شهر من المتعة إنت عيش شهر من المتعة وأنا عيش شهر من إيش والكعيني سحلة عصب سابع وأنا لسه ما بلشت والكومنت الثالث هو الحكم إنك تطعم 60 فقير أنا نزلت هذا الحكي على الإنستجرام وفي واحد اقتراع علي اقتراح عظيم واللي هو إنك تنزل ثلاثين مقطع لمدة ثلاثين يوم اللي هو لمدة شهر يعني يوم ورا يوم يعني كل يوم وإنك من الفلوس اللي حتربحها من الثلاثين مقطع هذون تتبرع فيها للفقراء أو تطعم 60 فقير الصراحة أنا عجبنا الإقتراح ونشرته على الإنستجرام وعجب كثير ناس على الإنستجرام بس حكولي هل أنت زلمة يا أبسروال إنك تنزل كل يوم مقطع؟ الصراحة لا لا بمزح أنا شو اللي مجحة أنا زلمة؟ غصباً على الرأس سلل للكل التيوبري أنا زلمة بس شوفوا يا إخوان والله العظيم أنا بمرض مش بيدي مش بيدي يعني حلقة برشلونة تخيل يعني جاهد أروح بدي أسويها بس والله مريض والله العظيم مريض وحالة حالة ولكن إحنا بلشنا ترى بالسلسلة مقطع مبارح تعرضت فعل تاعت منتخبنا الأردني ضد ضد مصر هيكون أول حلقة من السلسلة تعيتنا وهاي الثانية فانتظرونا بالثالث والرابع والخمس والسادسة لمدة الثلاثين لمدة؟ للمقطع الثلاثين إن شاء الله ستوب دعاية لو سمحتوا انسيت أقول لكم يا إخوان أنه الثلاثين مقطع حيكونني مشكلات منوعات لأنه ثلاثين مقطع من وين بدي ألاقي محتويات مش عارف إش فراح يكون يعني ثلاثين ثلاثين مقطع عبارة عن ليخة ومن ضمنهن السيناريوهات والأبصر والنيوز والحلقاتنا المعتادة وبس والثلاثين مقطع هذول راح أفتع على اليوتيوب ونريكو أرباح الثلاثين مقطع ونمسكهن قدامكو ونروح نتبرع فيهن إن شاء الله وهذا سوف يكونوا من نصيبكم أنتم يعني الأرباح اللي هتطلع يعني هاي إلكو مش إلكو يعني تفاهم يعني أنا مريش دخل فيها هاي يعني زكاة أو تبرع أو صدقة منكو للجهة اللي رايحة المصاري عليها فخلينا نبلش في العقاب ونقول يا رب وإن شاء الله ربنا يوفقنا ونظلنا مستمرين على هاي السلسلة لمدة شهر مدد حا أعمل السلسلة لمدة شهر وعقل خمسة وشهر تعاقبوني هاي العقاب لغير عاقبكو عقابا جثيمة وبس لهون انتظرونا بالحلقات القادمة إن شاء الله راح نبدع ونبدعكو ورح نزبطكو تصبيط أخو هبلة لايك شير سبسكرايب أعزائي المشاهدين جميعا شوه السيارة بتضرف هاي إذا لسا مش متابعني على مواقع التواصل الاجتماعي ضروري جدا أنك تابعني على الإستجرام أنا صرت فعال جدا على الإنستجرام رابط حساب للإنستجرام تحت في الدسكريبشن وإذا ما بتعرف أنه أنا بعمل بث يوميا على الفيس بوك رابط حساب للفيس بوك تحت في الدسكريبشن وأنا عندي قناة ثانية للألعاب برضو الرابط القناة تحت في الدسكريبشن الله يعطيكو ألف عافية شكرا لكم حبكم هوايا 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 ونوقعكم بعد ثلاثين مقطع بإذن